السلام عليكم ان شاء الله تكونوا مزيانين تكونوا باحسل احوال عندي هاد القندورة هادي وبغل تنعمل لاش حجيرات سهلين وبساطين وانشارك معاكم هاد الفيديو عندي هاد الحجيرات ليش كل لوزات وعندي هادو صغيرين وعندي هادو مدورين وهاد بريسيوسات صغيرين هادو كلكوحل كيتبعو خمسة دراهم لوحدة هادو كالاوفال ديك الغوز بيبي ها هو اللي كتشوفوه هادا بتمنيت دراهم لوحدة ديك صغيرين بخمسين فرنك لوحدة وياخرى بربعة دراهم لوحدة ديك المعينات ديال كوحل وكيبقى دائما على حسب الجودة فبغيت نعمل شي موديل لي عايجي في الخندورة فقط في الصدر لانا بغي نعمل شي رشما بسيطة في نفس الوقت كيف ما اخوت لكم انيقة ما بغاش نعملها في جنب السفيفة هنخلي واحد جوز سنتيم عاديك هنعمل هاد الحجيرات بقى كنجذب وكنشارك بغيت نعملها هكذا لا واقعنا عن زولة وهنعمل اخر هانتو مكتشوفو بالدلسة انا عملها تشكل هادا شوفت نصف ديال التوق ديالي وعملت الحد ديال الحزم وطلعت فوق منه بزواقه مفوقي لانا ما بغاش الزواقه تغطى بالحزم وعملت هادا الحجيرات هادو كيف ما كتلاحظوهم فكنتمنى ان شاء الله هاد طريقة هدي تعجبكم هنا عملت اربعة سنتيم ونصف فانتا حيض ضروري سنعمل اربعة سنتيم ونصف باش يجيوا قد بعطيتو وماديش وحده اكتر من وحده دباع اللساق الموديل ونحاول ننزل كل حجرة في متعة باش مجينيش جيهه اكتر من جيهه ونرد البعلي ان اللساق الى اتحدى الفتاو رو ما كيبغيش يزول كيلي عيساقتيني سلماش من اللساق كاتتستعمل فانا كنتستعمل بس بعلاف هاد اللساق هذا صراحه كيساعدني بساف ولكن كنعمل النقطة هير فقط باش يساعدني باش نغرس كنقول لكم وكنعود لكم ضروري ما حسنا نغرزو بالخيط واليبرة باش الخدمة دينا كتبقى متقونا وضروري الخيط خصو يكون على ربعة كنخلي البياسا ديالي تيبس مزيان من ربع ساعة حسن نصف ساعة ماشي مشكل نخليها تيبس مزيان عادك نغرزها بالخيط واليبرة وندوس على جميع الحجرات اللي عندي كيف ما كنقول لكم وكنعود لكم ضروري متغرس لانا الى ما غرزناش الحجر ديالنا فمجرد مع اللبس البياسا عدزونا الحجر كيف ما كتلاحظوها انا انا عمله على اربعة سنتيم ونص باش الخدمة ديالي كيف ما اخوط لكم كتجين تقونا فضروري نعملو السنتيم باش جي جيها قد جيها اخرى حتى الجيها المقابلة كنعملو الله ضروري حتى هي بالسنتيم هذا هو تنبت بالاحجار الطريقة ديالو سهلة مبسطة بيمكنكم تعملو اي شكل بغيتو تعملو على هالطريقة هادي كل بروش بوح ديتو او لا بيمكنكم تعملو بروش هود من الفوق حتى التحت او تعملو بروش كبير حتى هو هالطريقة هادي بيمكنكم تزعوها على جلابه بيمكنكم تعملوها في هاد القفطان هادا بطريقة هكذا بيمكنكم تعملوها ملسقه مع تراسن فالسيدة ما بغتش قدام تراسن فبغت مبعد عليها واحد شوية كيف ما كان عرفوه كل واحد بدوق ديالو وكيف ما قلت لكم ضروري عن خيطو عن خليو البياساتيانات ترتاح واحد شوية يعني تيبس لانه الى ما يستجش البياسة بمجرد احنا يا من دوزو الخيطو لبرا بزفد الحجر عا يطيحونا ولهذا ضروري ضروري نخليوها تيبس على خطرها وكنقول لكم وكنعود لكم لسق كنعملو واحد شوية عارباش الحجرة كتلسقنا فالسوق ما نعملوش بزفد ودائما كنقول لكم نعملو خشبة او جورنال او اي حاجة تحت البياسة باش ما يسيحش لنا للسق في الجهاد ديال دهار كنت من دسقوني ساكتش